بعد أن يبني العنكبوت بيته ينتظر أن تلتصق الحشرات ببيته ليبدأ في استياد الفرائس بعد أن يصطاد العنكبوت فريسته يقوم بحقنها بالسم مما يؤدي إلى شل حركتها ثم يبدأ العنكبوت بلفها في شبكة من الخيوط الحريرية ثم يبدأ العنكبوت في هضم الفريسة يقوم العنكبوت بإفراز إنزيمات هضمية من فمه والتي تبدأ في تحلل الفريسة ثم يمتص العنكبوت المواد الغذائية من الفريسة يمكن أن يستغرق هضم الفريسة عدة ساعات أو حتى أياما حسب حجم الفريسة وخيوط العنكبوت هي مادة مدهشة لها العديد من الخصائص الفريدة فخيوط العنكبوت هي أقوى مادة في العالم يمكنها أن تتحمل وزنا يصل إلى مئة مرة من وزن العنكبوت نفسه وخيوط العنكبوت مقاومة للماء وهي مقاومة للحريق يمكنها أن تتحمل درجات الحرارة العالية دون أن تحترق وهي خفيفة الوزن وشفافة يمكنها أن تمرر الضوء دون أن تحجب الرؤية ومرنة بحيث يمكنها أن تمتد إلى 40% من طولها دون أن تتمزق وخيوط العنكبوت قابلة للتحلل البيولوجي وهذا يعني أنها يمكن أن تتحلل في البيئة دون ترك أي أثر ونتمنى اشتراككم بالقناة ترجمة نانسي قنقر